كشف معلق الشعون العسكرية في القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نير دافوري أن مقترح التسوية بشأن التوتر بين حزب الله وإسرائيل الذي تتمبل وراته في واشنطن يقضي بإرجاع قوة الرضوان التابعة لحزب الله إلى موراء نهر الليطاني مقابل إعادة إعمار لبنان وتخفيض العمل العسكري في غزة وأكد نير دافوري أن التركيز هذه الأيام على قرار حزب الله صحيح تماما وأنا أعتقد أننا ندخل إلى أيام حساسة جدا والأضواء يجب أن تكون مسلطة نحو شخص واحد حسن نصر الله كل شيء مرتبط بقراره مسودة الاتفاق الأمريكي تتحدث عن إبعاد كل السلاح الثقيل التابع لحزب الله وقوة الرضوان إلى موراء الليطاني مقابل إعادة إعمار أمريكي أوروبي للبنان وإسرائيل مقابل خطوة استراتيجية كهذه مستعدة لتقصير العملية في رفح لأن الجيش فعلا دخل إلى المرحلة الأخيرة من القتال وهو سيبقى في منطقة نيتساريم ومحور فيلادلفيا ترجمة نانسي قنقر